تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار بالعملات الافتراضية والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الترويج العملات الافتراضية والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي من عنصرين بالجيزة تخصص في بيع وشراء العملات الافتراضية والأجهزة المستخدمة في تخليقها ونجحت الإدارة في ضبط المعدات وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تخليق وتعدين العملات الافتراضية وبلغت القيمة المالية لنشاطهم الإجرامي 100 ألف دولار أمريكي وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت الإدارة من ضبط أربعة تشكيلات عصابية بقنا والغربية والشرقية والجيزة قاموا بالاستلاء على 53 مليون ونصف المليون جنيها من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة والاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية متفق عليها إلا أنهم امتنوا عن سدادها كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها كما تمكنت الإدارة من ضبط ست قضايا إتجار غير مشروع في النقل الأجنبي بالجيزة وقنا وجنوب سيناء وأسيوت والبحيرة والدقاهلية والغربية بإجمال مبالغ مالية بلغت 22 مليون و600 ألف جنيها واستمرار للجهود المبذولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت مدرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيمه بانتحال صفة والدعاء عمله بالخارج والنصب على المواطنين من خلال قيمه بإنشاء موقع إلكتروني يقوم من خلاله بزعم التسويق لبعض المنتجات ويتلقى ثمنها من ضحاياه كما يدعي مرضه أنه يحتاج إلى مساعدات إنسانية ويتلقى تبرعات وتبين أن حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي بلغ 6 مليون جنيها مدرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي عناصره يحملون جنسية إحدى الدول لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي والاستلاء على أموالهم بإهامهم بحيازتهم لأموال ويرغبون في إرسالها إلى داخل البلاد بقصد استثمارها وحين يقوم المجن عليهم بالتفاعل مع ذلك الإسلوب الاحتيالي عقب إيهامهم بحصولهم على نسبة مالية يقوم أفراد التشكيل بطلب مبلغ مالية لتسهيل إرسال تلك الشحنات إليهم كرسوم إدارية ومصاريف شحن بينما يقوم أحدهم بفتح حسابات بالبنوك وتلقي تلك المبالغ وتقسيمها فيما بين أفراد التشكيل العصابي وفي إطار مكافحة جرائم الفساد الوظيفي تمكنت مدرية أمن سهاج من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بسهاج استغل موقعه الوظيفي وقام باختلاس مبالغ مالية من عهداته بلغت مليون ومئة وخمسين ألف جنيها والتي تمثل قيمة الشهادات الصحية المستخرجة للمواطنين من الإدارة الصحية محل عمله وكذلك قيامه بالتلاعب في إصالات وقسائم التوريد عهدته والاستلاء على قيمة تلك الشهادات لنفسه دون توريدها لخزينة الإدارة الصحية مما أضر بالمال العام ترجمة نانسي قنقر